اشتركوا في القناة في المنظومة الثقافية الجديدة للدولة لم يكن في ذهني أنا شخصيا سوى خمس وزارات وهي الوزارات التي كنت أظنها ذات اتصال مباشر بالوعي المصري أو العقل المصري أو الثقافة المصري مع العمل ومع الاستمرار اكتشفت خلال الممارسة أنه للأسف ليست المسألة مقصومة مقصورة على خمس وزارات وإنما هي أكثر من ذلك وعلى هذا الأساس انتهيت إلى اكتشاف طريف أنه لا توجد وزارة في مصر ليس لها صلة بالثقافة لا صلة مباشرة زي التربية والتعليم الثقافة الإعلام الأوقاف الشباب والرياضة حتى الوزارات التي تبدو بعيدة الصلة نزبيا زاد صلة كنت أتحدث مع الأستاذ الدكتور خالد وزير البيئة اليوم في الصباح وكنا نقول أن مشكلة البيئة في مصر جزء منها أساسي هو وعي الناس هو ثقافة الناس ولولا أن للناس ثقافة بعينها ما تضخمت مشاكل البيئة في مصر إلى هذا القدر من تضخم إذن لو تأملتم بمعنى من المعاني سوف تكتشفون أن مشكلات مصر الأساسية ربما لم تكن الفقر فقط لأن الفقر ليس فقر المال فقط وإنما هو فقر العقل وفقر العلم وعدم وجود علم أصلا كعدم وجود مر أصلا فأظن أن هذا هو سبب أساسي يجعلني أقول أنه يبدو أن الثقافة هي الجيزة للأساسي لكل مشكلات هذا المجتمع المصر وأنه لا تقدم له على الإطلاق إلا إذا انصرح حالوه الثقافي وعندما ينصرح حالوه الثقافي سوف ينصرح وعيوه الصحي سوف ينصرح وعيوه البيئي سوف ينصرح إقباله على التعليم سوف ينصرح حتى دينه وإيمانه ويسير نحو جدة العقلانية والتسامح وقبول الآخر وحق الاختلاف وأنه عندما يصلح عقل المصري وتتغير ثقافته تتغير أشياء كثير جدا في حياته ومنها البيئة ولهذا فأنا سعيد وجود الأستاذ الدكتور خالد وزير البيئة بيننا وسعيد بأننا سوف نوقع البروتوكول وكنت أقول له نحن على استعداد في وزارة الثقافة أن نقدم لك كل العون الذي تريد بالكلمة المكتوبة أو المقروعة أو المسموعة أو الصورة المشاهدة أو المجسدة حتى في أشكال تمثيل وأعمال فني لأن وعي الناس بالبيئة وجعلهم يندفعون بالبيئة هذا شيء في غاية الأساسي أذكر أن ناشطة من ناشطات القيادات الشابة في الوزارة يا الأستاذ إيمان سند يا لم تأتي اليوم فيما يبدو ذهبت كانت أول وحدة ناشطة وذهبت إلى وزير الراي بوصفها رئيسة المركز القومي لثقافة الطفل ووقعت معه عقدا لتعليم وتثقيف الأولاد الصغار بطرائق الحفاظ على مياه النيل وإذا وصلت طيب بس هنعقبها برضو فإذا بكاتب صحفي طريف فكه خفيف الظل بالقطع يكتب مقالة في الأرام بعنوان الست سنية يسخر من أن رئيسة المركز القومي لثقافة الطفل عقدت اتفاقاً أو بروتوكول لا تعاون بين المركز القومي لثقافة الطفل ووزارة الرأي لترشيد وعي الأطفال بأهمية المياه تخيلوا وصار يسخر ويتصور أنه خفيف الظل ولم يكن ظن أنه خفيف الظل على الإطلاق وكنت أقول لنافسي هذه ليست خفيف الظل هذه قلة ثقافة ولو كان الإنسان مستوياً في ثقافته لأدرك أنه حتى تعليم الأطفال أهمية الحفاظ على ماء النيل وعمل لا يقل أهمية على الإطلاق عن التربية والتعليم أو حتى عن حماية الوطن وعندما نتحدث عن النيل فنحن أيضاً نتحدث عن البيئة صوروا أينما ذهبتهم بأبصاركم في مصر سوف تجدون البيئة نهراً وشجراً وزرعاً ودخاناً أسود نسموه في بعض الأوقات من السنة فنعاني منه ونقول ما السبب فيه ونلعن الذي نتسبب فيه مع أن الذي تسبب فيه هو فقر الثقافة وجهل الناس هذان عاملان أساسيان أظن أننا نستطيع أن نواجههما في تعاون وثيق بين وزارة الثقافة ووزارة البيئة وأنا سعيد بوجود الدكتور خالد بيننا والحق أن الرجل كان هو أيضاً متجاوباً إلى أبعد حد في إبداء فق التعاون حسب أن أذكر مثلاً وإن كان الدكتور سعيد سوف يذكر هذا بالتفصيل أنه طلب مننا أن نساعده في ترجمة كل ما يمكن أن يطبع باللغة العربية للأطفال المصريين عن البيئة وأرشادات بيئية ممكن أن نضعه في وزارة في مطابع وزارة الثقافة في أشكالها المختلفة ممكن أن نساعده من خلال المركز القومي للسينما بأفلام تسجيلية عن أهمية الحفاظ عن البيئة ممكن أن نشترك معه في جائزة مهمة للبيئة والحفاظ عليها تمنح هذه الجائزة كل عام ويتكون بمثابة حافظ أو دافع للآخرين كي يحافظوا على نظافة البيئة وعلى بيئتهم صحية سليمة نقية أشكر الدكتور خالد بواجن خاص لأنه قد وافق على أن يساهم في ميزانية مكتبة الأسرة بمبلغ مليون جنيه من وزارة البيئة وبهذا ترتفع ميزانية مكتبة الأسرة للمرة الرابعة أو الخامسة وهذا يجعل ميزانية وزارة الأسرة كما سبق أن قلت أضخم ميزانية مكتبة أسرة في تاريخ المشروع منذ أن بدأت هذا بفضل شيء جميل هو التعاون بين الوزارات بالمناسبة عندما تتعاون الوزارات في مصر تتقدم مصر إلى الأمام وأنا أشرت أي تقدم حقيقي بتعاون الوزارات المختلفة المصرية آفتني أننا نعمل أحيانا كجزر مفاصلة كل قيادة تعمل كأنها هي هيئة مستقلة بذاتها هذا أعاني أحيانا في وزارة الثقاف لكن الحمد لله بعد كلام ونقاش ونقاق إن صالح الآن والآن الجميع يعمل كأنه في حالة تعاون وتنغم هذا يحدثه في مجلس الوزارات أيضا يحدث نوع من التعاون والتفاهم والتبادل أو ما نسمي الاعتماد المتبادل بين الوزارات بعضها وبعضه وهذا هو ما يحقق هدفنا وتقدم بنا خطوات إلى الأمام نحو طريق المستقبل المنشود لبلدين العزيز مصر أرحب بكم في هذه القاعة في الصباح وأنا حريص على أن أختم فورا لأنه ليس لدينا وقت طويل إلا لكلام الدكتور خالد فلذا أكلم كما يجد يشاء وبعد ذلك سنضطر إلى الإجابة على بعض الأسئلة القصيرة ثم ننصرف لأن الأبرة هي ليست ملكة المهمة وزارة الثقافة في هذا اليوم وشكرا جزيلا وأدعو زميلي الدكتور خالد لكي أتحجد لما إليكم بكلمة فليتفى